منتخبنا الوطني كمان هنروح بقى لمنتخبنا الأولمبي النهاردة أعلن المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني منتخب مصر الأولمبي عن قائمة الفريق اللي هتشارك في بطولة غرب أسيا تحت 23 عام البطولة هتقام في المملكة العربية السعودية بداية من يوم 20 مارس وخلال فترة التوقف الدولي وهيشارك فيها منتخب مصر بناء على دعوة من الاتحاد الأسيوي ضمن أربع دعوات من خارج القرى ضمت طبعا قائمة المتخب المصري الأولمبي في حراسة المرمى حمزة علاء علي الجبري محمد سيد في خط الدفاع حسام عبد المجيد عمر فايد محمد طارق محمد مغربي كريم الدبيس محمد حمدي أحمد عيد أحمد محمود وفي خط الوسط محمود صابر محمد شحاتة محمود جهاد أحمد عاطف مصطفى سعد أحمد نادر حواش عمر الساعي مصطفى أشرف إبراهيم عادل وفي خط الهجوم أسامة فيصل نادر فيصل وبلال مظهر طبعا كلنا يا كريم ويا نهواند تابعنا أكيد روي فيتوريا مع المنتخب ولكن بقى خليني أسألكو على مشوار ميكالي الحقيقة مع المنتخب الأولمبي شايفينه زي أنا بشوف أقولك بصراحة واسمعنا الكلام ده لما ميكالي كان مشواره ناجح جدا مع المنتخب الأولمبي حتى إحنا سمعنا وقلنا ده في عشر صبح في الآية الناس كانت بالطالب طب ما يمسك بقى المنتخب الأول من كتر من الناس إلى حد ما شايفه فيه تطوير مهم جدا أن أنت لما تستقطب مدير فني ما يبقاش مدير فني جاي أجنبي وخلاص لا يبقى فيه تطوير ما هو مش العبرة بيئة الجنسية أو بالإسم أن أنا بجيب حد وبتفعله فلوس وصارف على المنتخب وغيره والعبرة بيئة التطوير اللي أنا بشوفه بصراحة ميكالي معاه سكواد رائع جدا أنا هتكلم تحديدا عن حراسة المرمة أنا بشوف حمز علاء من اللعيبة إن شاء الله اللي حيبقى ليها مستقبل كبير جدا كمان مع النادي الأهل في المستقبل ومع المنتخب الأول فأنا سعيدة جدا هو برضو محظوظ أن هو معاه سكواد رائع فأنت عارفة الموضوع بالانس إلى حد ما من الناحيتين نتمنى ليهم كل التوفيق ونتمنى كمان أن احنا نقدر في المستقبل نستقطب لعيبة منهم نضموا ليه المنتخب الأول أن ده كمان في الفرق المولى يعني ده اللي المفروض يحصل ده اللي ناس كتير متوقعات وبعدين فكرة أنه عندك مدير فني تحديدا برازيلي أنت عارفة الناس بتبقى توقعاتها عالية جدا ومستنية شوف بقى إنعكاسات للتتشاط البرازيلية المعهودة بتاعتهم على لعبتنا هو فعلا الغد دلوقتي ماشي بخطوات جيدة جدا يمكن كان الناس مركزة أكتر الفترة الأخيرة مع المنتخب الأول وروي فيتوريا واللي كان خاصر وحيكمل ومش هيكمل وتعاقده ومتعاقده فاخد العين إلى حد كبير يعني لفترة مش قليلة لكن ده ما ينفيش أبدا أن المنتخب الأوليمبي ماشي بخطوات جيدة وكلنا مستنين منه ما هو أبعد من كده بكتير إن شاء الله وخصوصا أنه كمان إلى جانب حمزة علاء وجانب يعني حراس الماربع عنده أسماء حلوة كتير وأسماء لعيبة وعيدة وإن شاء الله حيبقى لهم دور راحقة مع المنتخب الأول وده اللي احنا مستنين نشوفه بقى بالفعل